بالرباط تم تنظيم حفل تتويج 28 من الشباب الحائزين على جائزة النسخة الأولى للجائزة الوطنية الجيل المتضامن التظاهرات تهدف إلى مواكبتي ودعم وتمويلي أحسن المشاريع التعاونية المبتكرة والمستدامة للشباب وذات التأثير الاقتصادي والاشتماعي والبيئي هذه الجائزة أعطينا انطلاقها بشاركة مع القطع الخاص وهو غيمو الأحسن المشاريع التي تم انتقاءها وعطينا انطلاق هذه الجائزة تحت شعار التعاونية ترافعة لإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب الإفريقي لدينا مجموعة من التعاونية الحمد لله من الدول الإفريقية الصديقة التي تمارس في بلادينا نؤكد إدماج المهاجرين في المغرب لأننا نساء مهاجرات من جنسيات مختلفة أنشأنا هذه التعاونية في يناير 2020 واليوم حصلنا على الجائزة الأولى وقد تم تتويج بجائزة الجل المتضامن ثمانية من حامل مشاريع تعاونية وعشرين تعاونية قائمة للشباب منها أربع محدثة بين مواطنين منحدرين من دول جنوب الصحراء ينتمون إلى ثمانية دول إفريقية